أول شيء بتشكريك نادين وين بروح بيسألوني من وراء الحملة حقيقة وما في حدا وراها بس في أربع مجانين وبس اجتمعوا وقرر أنه خلص أنه وفينا بقى ننطر وعلى كل حالة الحملة كانت كانت حاضرة أنه تنطلق قبل أحداث غزة تأجلي هولي الأربع مجانين وطنيين حسوا أنه لازم ينعمل شيء لحتى لأنه محد عم يعمل شيء للأسف اجتمعنا وقررنا أنه نطلق الحملة وهولي المجانين بحب عددهم وشكرهم أنه بس أنه نشكر حالنا بس أنه هولي عن جد أربع ملتقى بالجمهورية اللبنانية كلها غير هالأربع يلي هني أول شيء محطة أم تي في على رأسهم أستاذ ميشال المور بيت لبنان والعالم يعني بتي هندي فنومنا يعني أنا وغرفة التجارة والصناعة والزراعة يعني محمد شقير وكل الأعضاء أكيد مشكورين على جرؤتهم وبقيوا معنا بيزل كل هالحملة الشعواء ضدها اللي ليه عم تعتبرها جرأة جرأة لأنه اليوم للأسف وصلنا لمرحلة أنه زواحد بس بده يعني يفرج الواقع مثل ما هو أنه لازم يكون جريء لأنه ما حدا عم يحكي ما حدا عم يحكي كله إذا حكي بالموضوع بيحكيك بالموضوع بطريقة يعني لأنه بتعتقد ممنوع يحكوا أو مستفدين من الوضع لكن بصراحة النتيجة واحدة يعني في ناس مستفدين أكيد في ناس بيخافوا في ناس ما بدوا يورد حالوا في ناس عندهم أجندات في ناس مرشحين كله نفس الموضوع بالنهاية نفس النتيجة ولكن أنا عن جد بدأت شكر كل الأشخاص يلي دعموا يلي اشتغلوا يلي قدموا دون أي لقاء بالرعب كرر دون أي لقاء عطيونا كل المسيحات الإعلانية أكيد على رأسهم الام تي بي ولكن بحب أشكر بيكاسو جروب بلوس تريقات كله قدم لأنه شايف أنه هي حملة عن جد ووطنية بامتياز المسؤولين والدولة غايبين طيب نحن ما فينا كمان إلا ما نكون عن جد يعني لبنان ما نحبه وخايفين عليه خايفين على هويته خايفين على تغيير ديموغرافي كتير كبير أولادنا عم بهاجروا والناس حين يلي هني ضحايا مثلنا مثلهم نحن ما توجه رهنا ولا بأي كل الحملة ما توجهنا للسوريين ورقة الضغط عملناها على اليوان